كذلك وضح هذه المسألة تدخل السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية أعظم من تدخل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية الآن متهم السلطة التنفيذية في الفترة اللي فاتت بأنها تدخلت كثير مع السلطة التشريعية ربما أنها هناك اتهامات أنها دفعت أموال مال سياسي لكنه في الحقيقة تدخلات السلطة التشريعية أكثر يعني هذا النائب يرى أنه له الحق في أنه يدخل مخفر وأنه مثلا ياخذ صلاحياته على الضباط أو يدخل لجنة العلاج بالخار وياخذ صلاحياته على وزارة الصحة أنت مالك صلاحيات أنت نائب صلاحياتك وحصانتك فقط في المجلس ليس لك أي سيادة على الشارع الشارع يا جماعة للسلطة الشارع للسلطة التنفيذية لما الناس تعدت في الشارع في بريطانيا وكذا طلع كاميرون رئيس الوزارة قال لهم أنزل الجيش ونزل الجيش وسجن أربع تالاف شخص في أعرق ديمقراطية معروفة على وجه الأرض أربع تالاف شخص واحد وعشرين يوم على ذمة التحقيق مو عشرين واحد وعشرين يوم على ذمة التحقيق ما عندكش مرة مسألة السلطة والشارع الشارع للسلطة الشارع ليس للشعب الشارع ليس للمجلس الشارع للسلطة لكن أنا لما تتعسف السلطة في استخدام صلاحياتها أمارس الآن دوري دوري وين في المجلس أستجوب أعز الرئيس الحكومة أعزل الوزير أمارس دوري أشكلتك الحصانة أروح أمارس بالإعلام أمارس دوري بالإعلام أمارس بالقضاء أروح أنا أرفع دعاوة عليك بالقضاء هذه المماء لك ما أمارس بالشارع فعضو مجلس أمي ينزل الناس إلى الشارع يا جماعة ما يصلح ما يصلح أن عضو مجلس أمي ينزل الناس إلى الشارع هذا أنا انتخبته وعطيته حصانة وعطيته راتب وعطيته صلاحيات وعطيته ميزات معينة حتى يقوم في دوره السياسي في المجلس شغلك عنده قاعد يخليك أنت تسوي شغلة بالشارع ما سوي شغلة هو ما عمل تكتل في المجلس ما عملك يقولك والله هو الحكومة عملت التكتل طب أنت وينك؟ شاعد تسوي ليش ما عمل تكتل سياسي؟ ليش ما قمت أنت؟ ليش ما قمت أنت؟ ليش ما أقنعت النواب؟ إذا كان هذه الحكومة اشترت كل هذه النواب شنو أنت تتهم الشعب كله؟ ما هي مثلون الشعب؟ تتهم الشعب فإن تقوم في دورك السياسي وبعدها دائماً فيه مشاكل وفيه فساد وفيه فساد إداري وفيه فساد ماري هذا ليس موضوع تواباتي على فكرة يعني هو موضوع من أيام قابل وهابيل ما هو شيء جديد يعني علينا بس إحنا ارتضينا في الكويت أن نحن نمارس إصلاحنا بهذه الطريقة وضعنا أسوس ووضعنا دستور ووضعنا كه قلنا نحن نمارس بهذه الطريقة إحنا لا نرتضي بالكويت أنك أنت تروح تقتحم مجلس الأمة إحنا لا نرتضي بالكويت أنك أنت تروح تقتحم قصر الأسيف مثلا ما نرتضي بهذا الشيء هذا موضوع ما يتناسب لا مع أخلاقياتنا ولا مع أكلا وبكرة شنو الخطوة القادمة شنو فيجب احترام القانون وسيادة القانون وعدم الخلط بين السلطات أنت لك حق أنك تمارس دورك في المجلس والقضاء يمارس دورها في القضاء والسلطة التنفيذية تمارس دورها بالشارع دارز دورها بالدولة لكن هذا مرة أخرى كذلك ضعف الحكومة هو لعب الدور الأساسي أكيد أكيد طبعاً أهل الديرا الميثاق كويت خضراء أرجع وأقول مبادرة من دكتور صلاح الراشد مع مجموعة من المهتمين في فترة الانتخابات في بنود قاعد نذكرها لكم ونحللها لأننا بآخر شيء آخر حلقة بنقول لكم أشلون الطرق اللي يحاول يتواصل مع المجموعة التنمية قلنا أبو حمد البيئة سيادة القانون استقلالية السلطات تقرأها لي طبعاً الدكتور تكلم عنها استقلالية سلطات طريقة ثانية وأنا أضيف عبارة مثلاً يعني لا يمكن على طريق الحشود نشوف حشود عند قصر العدل يعني على من هو الحشود يعني القاضي جماعة القاضي ومارسة الضغط على القضاء ما يصير أكو في العالم جديد ما يصير عشان يطلعون يقولوا عيالنا طلعوا عيالنا بس مو بها الطريقة هذه الأجراء بالنيابة الأجراء غير مناسب ومفروض أن من الناس اللي تحركوا بها الموضوع أنهم يعتذرون ما يصلح ما يصلح تمارس أنت الضغط على القضاء ما يصلح النيابة هي جهة قضائية ما يجوز ممارسة الضغط عليها يجب أن تأخذ استقلاليتها في الحكم بكرة عيال كل واحد حيمسكونا موجر يمكان أو غلطان أو كذا احنا نروح نتيمع نتيمع عند قصر العدل ونيمع ربعنا وعوائلنا وقضائلنا ونوقف للدرسة ونشوف اللي أكثر بالعدد نعم وأنا بس بعلق شوية بإذنك محمد بناء على بفوزي كلامه كلم شوي قال أن الحكومة هو الحكومة اللي ولدت عندنا نواب الخدمات مو نواب المشرعين وشرعون قانون وإلا ما وصلنا هالمواصيل اللي يطلعون برا ويدخلون مخفر ويطلعون واحد من عيالهم تفضل محمد طبعا يعني نتمنى أو يتمنى ميثاق كويت خضراء أن يكون هناك استغلالية بالسلطات وشلون نقول حق المرشح هل تؤمن أنت بهالبند أن إذا إن شاء الله فزت بالانتخابة بالمجسمة أن تسعى إلى استغلالية السلطات السلطة الشريعية والقضائية والتنفيذية كل من يمارس دوره وحسب الدستور يقول تعاون تعاون للسلطات وليس طبعا تضاربها طبعا نكمل بعد النج البند الخامس الشفافية طبعا طبعا يقولون دور جيد بيضلويهم وعسى الله العينهم على الموضوع الانتخابات الياية إن شاء الله شفافية نعم الزام النواب وعضاء الحكومة بالتعامل بالشفافية والكشف عن ذمتهم المالية فور انتخابهم كأعضاء في مجلس الأمة أو تكلفهم بالحقائل بالوزارية والإسراء والسعي لإقرار قانون كشف الدم المالية بأسرع وقت ممكن هذا طبعا أنت حاطرين هنا حكومة مع النواب طبعا من الأعضاء أي واحد عشان نسكر موضوع بين الباب المال السياسي خالص نسكر هذا الموضوع ونصير الأمور الآن مكشوفة واضحة في مكتب موجود ربما ديوان المحاسبة فيه البنك المركزي موجود فيه مجموعة من الأعضاء موجود فيه يراقبون شئ اللي يدخلهم العضو دخل يحط يكشف ذمتها المالية والقريبين يمّا طبعا وغريبين يمّا والقريبين يمّا وإحنا الآن هو على ثق يقول لا تبوغ ولا تخاف صحيح لو كنا مطبقين ما صارت العفسة اللي صارت هذه وبعدين يعني هم بعد يعني مع الأسف إحنا قعطينا مسجات وكل شيء مثل ما قعطيكم ما نبيه طبعا البين على من الدعم ما نبيه أي واحد نتهمه بدون ظلم وهذا ما يجوز عشان شذيه المفروض أنه يكون هناك شفافية من كل جهتين نعم البند السادس أنك تعليق دكتور على الشفافية طالد أخو أوكي ستة والله أنا عاد يا أبو حمد هذا ستة مفروض أنت تجري أنا أحودي يرقم واحد يكون هذا صراحة الله على راح هم سوي عادي ستة يا أهل الديرة يعني شيء يبرد تشبد الكويتين الممارسات الأخلاقية أكيد أنتوا قاعدت طالعا يقول إيه والله خلنسمع أبو حمد ممارسات الأخلاقية البند السادس من ميثاق كويت خبراء طبعا الدعوة والالتزام النواب وعضاء الحكومة بالمبادئ والأخلاق العامة وتجنب والتشهير والقذف ورمي التهم بلا أدلة يعني حتى لو أكون أدلة الممروح ما يتكلم بعد يعني يعني لأن هذا شيء بالقضاء إذا واحد عنده شيء ولا يجوز أن حتى اللي يطلع فيه الحكومة أني أشهر فيه أصلا فهذا أمر يرجع إلى طبعا السلطة الغضائية وعدم استخدام الألفاظ النابية وممارسة العمل السياسي بنضج وبما يتناسب مع الأخلاق والقيم والكويت الأصلية هذا يعني جماعة هذه كويتنا هذه أهلنا ما علمونا على تشديد يعني يعني حتى الكلام العادي سب ما خلونا إحنا اليوم قاعد نشوف ما أتأكدل حين الكل قاعد يعيد هالنقطة هذه وبقوة مصطلحات أختي يعني طلعت مصطلحات يعني صراحة يعني عندنا احنا أول يعني بالشارع مو زينا ما نقولها ما دي شون صارت حين متداولة بين الإعلام قريبة يعني أو كلام والله ما ينقال يعني عيب ينقال أنا بسأل يعني اللغة العربية اللهم لك الحمد فيها من الألفاظ والكلمات اللي تغنيك انك توصل اللي تبيه ليش تروح حق الكلام السهل للخطأ فهذا أمر طبعا موجود وواحد دلو يدش أحين على الإنترنت تحقي محمد صارت ثقافة عن شبابنا صارت ثقافة تعززت هذا الخدوة مشكلة هذا الخدوة عدل دكتور هذا الخدوة مشكلة يعني هل تعززت الثقافة هذه بهالجي صارت الحين هي الطريقة اللي كسب الانتباح يعني إذا أنا إذا أنا أصرخ وأسب وأشتم وأتحد أكبر راس واتخذ بك يعني صرت أنا اللي أجذب وهذه في الحقيقة في المجتمعات الواعية العكس يعني شم مرة أنت شفت الرئيس مثلا باراك أوباما في الحملات الانتخابية ما تواقف يصرخ يشتم كلينتون مثلا منافستة ويشتم ما يستخدمونه في المجتمع ولا كاميرون قاعد مثلا يشتم ميجر ما تحصل بهذا المجتمعات الراقية ما يفوت علينا الإصراخ يعني بإنها قد أنتخب شخص ما يحسن الكلام حتى ما يحسن الكلام والتحدث وكلا لكن أعماله تثبت له وقد ما شخص يتحدث ويتكلم صوت عالي وكلا ما هو موسى عليه الصلاة والسلام ما كان يحسن الكلام يقول رب يشرح لي صدري يعني رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة لأن أنا عقدة يعني ما عرف أتكلم أركب الكلام صحيح يقول فيقول هارون أحسن مني هارون أخي أفضل مني ومع ذلك فرعون لما عيب عليه قال أذلك الذي هو مهين ولا يكاد يبين أصلا حتى ما يعرف يركب كلمتين على بعض وهذا موسى قائد أمه يعني فلغرنا حد شيء وايد ناس توقف وتصرخ وتمسك ميكروفونات وتقطع أقل ومعرف شك هذا مو أسلوب أنا بالنهاية ثمراتك هي دليل شغلك يعني أنا بعرف فكرك شنو اللي أنت تحمله أنت يمكن استضافتي من رشح ما يعرف يحسنون الكلام نعم لكن صحيح يستحقون يمكن يكونونهم ويمكن واحد يعني بالكويت يمبلتع ويتكنك لكن ما يستحق أن يكون عظم يسمع فلنحط ثقافة جديدة الآن ثقافة الممارسات الأخلاقية السليمة نعم بحمد طبعا نحن نكمل ميثاق كويت خضراء نحن خلصنا تقريبا ستة ست بنود الحرية بمسؤولية الحرية بمسؤولية شنه الحرية بمسؤولية يقبر عنها ميثاق كويت الخضراء المرشحين تمثيل الشعب والقيام بمصالح بحرية ومسؤولية والارتقاء بالخطاب الإعلامي هيتبعكم مع مواعات عدم تأجيج المشاعر أو نقل الصراع السياسي من قاعات المجلس مجلس الأمة إلى الشارع والساحات نعم وهذا أمر صراحة يعني والله يعني وايد نحن بالنسبة لنا يعني كناس نؤمن بكويت خضراء هذا ما يصلح لنا مسألة أن الحرية بمسؤولية حرية مسؤولية شلون يعني الحرية بمسؤولية يعني أنا لما تكون عندي حرية ما يعني يعني ما أبالغ في استقلال أشياء مو من صلاحيتي اللي صار بالساحات والعفسة اللي صارت الصراحة يعني أنا أتكلم عن وجهة نظري صراحة ما كانت جيدة وما كانت ممتازة وكان يسعنا في مجلس الأمة نقول اللي نبي وكنت تشوف أنا بعض العضاء إذا دشوا المجلس يمكن أكثر من 30 أو 40 قناة قاعد يسجلون له اشتبي أكثر من شدي يعني شنو نبي أكثر من شدي بعدين مسألة العفو يعني تأجيج الشارع ترى صعب بعدين غيادته والدليل حسب ما صار اللي في اقتحام ما تسماش قالوا قالوا مو إحنا الشباب اللي دفعونا ما أنتوا لأثرت الشرط ولا حقونا الشرط أنتوا لأثرت الشباب طبعا بس لو كنتوا ما أخذين الرخصة وقاعدين بساعة الأرادة ومتكلمين ألف عافية ما حين رح يقول لكم شي ولكن أكو حدود إحنا يجمعنا بالتزم بالقانون إحنا ما يقول لك بيت الأمة إحنا ما اقتحمنا بيت شي غريب إحنا دخلنا فهذا يسمح لك أنه يدخل بيتكم صح إي شرح هل يسمح الآن هذا الشخص اللي يقول هذا بيت الأمة تعالق تحمه أنه أنا أدخل بيتك بهذه الطريقة نعم هل يجوز لك النائب ما يجوز بيت الأمة ومن سمح لك أنا ما سمحت لك يقول لك أنا نائب وعندي حصانة أنا ما سمحت لك إنت ألف شخص ألفين شخص ثلاث شخص إحنا مليون كويتي ما سمحنا لك تختحم بيت الأمة بهذه الطريقة عصلا الأعضاء يقولون نسمعهم يقولون إذا تسكر المجلس نقفل وناسين ورقة لازم يتطلع ورقة من مكتب المجلس عشان ندش داخل ناخد ورقة فمعليش هم حكوم بعدين إحنا إحنا شحقة الفاصل القضاء إحنا شنقول نقول أنت مختلف على أنه موضوع للأمة وللأمة ألف عافية المسألة راح للقضاء خنشوف شنو رايي القضاء شنو رايي مكتب المجلس اللي انتخابته أنت منتخبته ورئيس مجلس المجلس وانتخابته ومكتب المجلس شنو رايي مكتب المجلس يعني ما لش هذا موضوع يعني الصراحة يعني محسوم بس الشي اللي يبونه يصير ضد القانون واللي ما يبونه يصير مع القانون أنا شكثر وسامة عندي من الوقت بس على أساس لنا البنود واد سبع دقايق إحنا عندنا سبع دقايق نحاول إحنا واصلين لرقم سبع عندنا رقم ثمانية الإنجاز الثاني الإنجاز العمل على إيجاد آلية متخصصة لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة هذا رقم ثمانية وقياس الإنجاز في هذا الخصوص أنا ودي أوقف بالنقطة هذه حقيقة لأن هذه أنا ما يتهمني وأكيد تهمكم قضية واتمه للديرة لأنه يبوني يسمعونها يبوني يسمعونها رقم ثمانية أبو حمد أقراها واللي سلم أمرك هذا أقراها مرة ثانية الإنجاز العمل على إيجاد آلية متخصصة لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة وقياس الإنجاز لضمان تطبيق وتنفيذ الخطط الحكومية نعم الإنجاز طبعا شغلات شميرة بفوزي أنا أقترح على الحكومة نسمعي أهل الديرة هذا الشيء اللي نحن مفتقدينه فضلا أنا أقترح على الحكومة تعمل ويب سايت في الإنترنت وتحط تقول هذه خطتنا هذه خطة وزارة العدل هذه خطة وزارة الأوقاف هذه خطة وزارة الداخلية هذه خطة وزارة الخارجية هذه خططنا وهذه إداراتنا وهذه خططها وهذه أقسامنا وهذه خططنا وتعلنها للبشرية كلها تقول هذه الخطة ويبقى أهلها وسهلها أقترح عليهم اقترح ثاني كذا يعملون لوحة كبر مجلس الأمه يحطونها جبال البحر يقولون هذه رؤيتنا مات لكويت مثل ما سواها الشيخ محمد بن راشد في دبي رسم لهم دبي 2020 نحن نرسم لكويت نقول حكومة نقول هذا بنشتغل فيه تخانقون تصرخون تستجوبون تعملون قطار باشي احنا ماشي عدل بنحقق هذا لكويت هذا اللي بنسويه نرسم جسر الصبية نرسم مثلا كل المشاريع المسوية نخلص من المشاريع التنموية سواء كانت النهضة ولا كانت الإنسان الصحة العمل حقوق الإنسان الطفل المرأة كلها مرسومة على لوحة كبيرة ويقول حكومة هذا الفوكس بوستر مالي حنيحة اشتغلها ومعلنة أمام البشر كلها الناس هاي الخطة بشتغلها وندعو سمو رئيسي وزراء الآن أنه يعملها هاي الخطة يعمل خطة واضحة ويعلن للبشرية للناس كلهم للأمة بالكويت يقولهم هذه خطتي اللي أنا بشتغل فيها وماشي أنا ماشي فيها تحال تستجوبون أنا مركز على الإنجاز حمشي وحنجز طبعا هاي الإنجاز وإن شاء الله يا رب يعني سير مصادر الدخل حث الحكومة على الاستثمار في الطاقة البديلة وتوسيع مصادر الدخل تشمل مصادر أخرى غير النفط تحسبوا للتغييرات القادمة في العالم شنون يعني طبعا أنت شوين مصادر الدخل بالنسبة لنا بس البترول طبعا ما عندنا شي ثاني فالحقيقة يعني نتمنى يعني مثل ما الدكتور العجيري يوم قال لا تخافوني هالكويت إذا راح النفط نبيع الشمسي ونبيع الطاقة الشمسية